أيام ويبدأ نواب مجلس الأمة في تقديم إقرار بذمتهم المالية ومبادرة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتطبيقاً للقانون وفي ضوء ذلك أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورشة عمل تهدف لتنوير النواب حول آلية تقديمهم إقرار بذمتهم المالية والمواعيد المقررة لتسليمها يمكن أن هناك اليوم لقاء تنويري مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهذا بالعكس شيء مفخر للكويت وسنكون إن شاء الله نواب أول من يقدم كشف الدم المالية وبكل الشفافية وبالعكس نحن سعيدين وبالعكس نكون قدوة حقه الأخوة بما أننا ممثلين للأمة إنشئت هيئة مكافحة الفساد لهذا القرض يجب التعاون معها بشكل واضح وشفاف نحن كممثلين للأمة ندفع بهذا الاتجاه بحيث نعطي هذه الدور السامي التي أنشئت من أجله الدور التي تقوم فيه ليس على مستوى النواب بل على مستوى جميع المسؤولين في الدولة وأنا من خلال قناتكم وناشد الجميع أن يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في سواء كشف الدم المالية لجميع المسؤولين ما أذكر اليوم من طريقة تعبئة قرار ما يملك الإنسان من منقول وأموال وكذلك متابعة ما يقر ثم بعد ذلك ما يسجل من أمور مالية وفي السياق ذاته طالب عدد من النواب الإسراء بتقديم كشف الذمة المالية بكل شفافية الكل من الأخوان لا يكون عندها تأخر بتقديم كشف الذمة المالية لأنه ممثل عن الأمة ويجب أن تكون صحيفة بيضاء ولا يكون هناك شبهات حتى يستغل موقعه من ممثل الأمة لتنمية أرصدته عن طريق استغلاله لهذا المنصب ويسعى مجلس الأمة بأن يكون في طليعة الجهات التي تساند الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتكون عوناً لها في تطبيق القانون وحماية المال العام اقتران الأقوال بالأفعال رسخه إعلان رئيس مجلس الأمة اليوم بأنه سيكون أول عظم من السلطة التشريعية يقدم إقراراً بذمته المالية في خطوة تتوافق مع التوجه العام لمجلس الأمة في مكافحة الفساد ومنع استغلال المناصب القيادية لغناة المجلس طارق السهو